وينضم إلينا من العاصمة القاهرة دكتور علي التكبالي عضو مجلس نواب الليبي مرحبا بك دكتور تكبالي استئناف جلسات الحوار الليبي بالمغرب هل يعني أن المصار السياسي هو مصار ناجح بالفعل حتى الآن لحد الآن ربما يكون نصارا ناجحا ولكن العبرة في النهاية لأننا نرى أن هناك بعض التصريحات المتناقضة من هذا المعسكر أو ذاك ولكن حتى الآن سوف نصمت ونرى سوف يحدث في الأحد القادم في المغرب ونرى ماذا سيتفقون عليه نحن دائما نفاجأ بأن مجلس النواب يتخطى كل الخطوط الحمر الذي اتفقنا عليها فنرجو أن لا يفعل ذلك الآن وسوف نرى ماذا يحدث قالوا أنهم سيتكلمون عن الآليات لاختيار الأشخاص وأنهم لن يتطرقوا إلى اختيار أشخاص بالاسم ولكننا سوف ننتظر ونرى ماذا يحدث نعم هذا بالنسبة لمجلس النواب كما تفضلت لكن ماذا على الجانب الآخر حكومة السراج الجانب الآخر بدأ يطلق في تصريحات متناقضة نحن كما نعلم أن الحكم في طرابلس ليس بيد أحد بالذات ولكنه يتوزع بين الميليشيات القوية والميليشيات التي تتبع السراج وتتبع الداخلية وتتبع الدفاع مثلا وزير الدفاع يقول أنه سوف لن يرضى بأي حل سياسي لا يتضمن وجود طيار الغضب أو ميليشيات الغضب فهذا يعني أن هناك تناقض بيننا وبينهم فنحن نتكلم عن فك الميليشيات وهو يتكلم عن الميليشيات التي تبقى طيب دكتور تكبالي تفضلت بأن المصار السياسي في ليبيا هو مصار ناجح حتى هذه اللحظات لكن هل انعكس هذا النجاح على المصار العسكري على الأرض؟ الذي يحدد نجاح المصار السياسي هو المصار العسكري القائم بين الخمسة زي الخمسة فإذا ما نجح هذا المصار فسوف ينجحه ينجح المصار السياسي وإذا لم ينجح فلن يكون هناك شيء طيب دكتور الإعلان عن استئناف الحوار الليبي بالمغرب يتزامن مع زيارة لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وعقيل صالح إلى القاهرة هل هناك من علاقة؟ بالطبع الرئيس السيسي نجح في جمع الرجلين وكانوا على بعض الاختلاف في النقاط ولكن كما قلت لك أننا في مجلس النواب والقوات المسلحة لسنا مختلفين تماما قد نختلف في بعض النقاط ولكن في النهاية سوف يكون هناك حل يرضي الجميع وهذا الذي حدث اليوم وأمس في القاهرة فقد اتفق الرجلان على أن يكون هناك تقديم لنفسهما بنفس الطريقة ونفس الاتفاق على بعض النقاط التي كانت محك خلاف نعم أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من العاصمة القاهرة دكتور علي التكبالي عضو مجلس النواب الليبي